وحدة اليمن الحكومة الشرعية أمن المملكة ثلاثة خطوطاً حمراء لا يمكن المساومة عليها هذا ما أكد عليه بيان السعودية الأخيرة والذي تزامن مع تصعيد لميليشيا الانتقال التابعة الإمارات بدت السعودية مصرة على ضرورة تنفيذ ما دعت إليه في بداية أحداث انقلاب عدن حيث أكد بيانها على السعادة مقرات ومعسكرات ومؤسسات الدولة للحكومة الشرعية وهو ما فسر بكونه عودة سعودية لنقطة الصفر وعدم اعتراف بالمتغيرات التي تلت عملية الانقلاب وذهبت نتائجها لصالح المجلس الانتقالي والإمارات كانت لغة الرياض هذه المرة قوية مقارنة بسابق فهي ستتعامل بكل حزم كما يقول بيانها مع أي محاولة لزعزعة استقرار ووحدة وامن اليمن لأن ذلك يعد تهديدا لأمن المملكة ومع أن السعودية وصفت أحداث عدن بالفتنة ولم تصفها بالانقلاب بل عدتها بمثابة معارك جانبية تخدم ميليشيا الحوثي والقاعدة وداعش إلا أنها أكدت بوضوح بألا بديل عن الحكومة الشرعية في الوقت الذي شددت فيه على عدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها لماذا أبانت الرياض عن موقفها بهذا الوضوح ولماذا أتى البيان باسمها ولم يأتي باسم التحالف استفهامان رافق بيان السعودية وبالنسبة لمراقبين فإن صمود الحكومة وعدم رضوخها لتنازلات على حسابها هو ما أنتج هذا الموقف السعودي الذي يعزوه محللون إلى الطريقة المستفزة للمجلس الانتقالي وبينما يذهب البعض إلى احتمال اتساع الخلاف بين السعودية والإمارات يتخوف آخرون من أن يكون هذا الأمر لامتصاص غضب الحكومة التي بدت مرحبة ببيان السعودية ومستعدة للتفاعل معه